موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة عجيبة من روائع الاستغفار بتقول صاحبة القصة بتقول تزوجت شابا طيبا دينا ورزقني الله عز وجل منه خمسة من الأولاد والبنات ولما بلغت سن الثلاثين من عمري مات زوجي فأظلمت الدنيا كلها في وجهي وبكيت بكاء حتى خشيت على عيني بتقول وضللت في هم وغم لا يعلمه إلا الله لكني لازمت الدعاء والاستغفار وقيام الليل وفي ليلة من الليالي فتحت إذاعة الكرآن الكريم فوجدت القارئ وهو يقرأ قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قالت فعاهدت ربي عز وجل على أن أكثر من الاستغفار بل وأوصيت أولادي أن يكثروا من الاستغفار ظللنا على ذلك ستة أشهر لا يفارق الاستغفار أفوهنا أبدا ولا ألسنتنا ظللنا نستغفر الله عز وجل وبعد ستة أشهر كانت المفاجأة العجيبة كانت هناك عندنا أرض زراعية لكننا كنا لا نملك حتى أن نزرعها فكانت هذه الأرض القديمة يعني لا نعير لها بالا أنا لا نستفيد منها أبدا فجاء تخطيط مشروع جديد ودخلت تلك الأرض الزراعية كأرض مبان فبعت تلك الأرض بفضل الله وحصلت من ورائها على ملايين من الأموال وأصلح الله حالي وحال أولادي بل وصار أولادي من الأوائل واستقرت أحوالنا وصرت منذ تلك اللحظة في أسعد الأحوال فقالت فأوصيكم بكثرة الاستغفار نحن نكثر من الاستغفار على يقين فيما عند الله عز وجل الله عز وجل وعدنا إذا استغفرنا أن يرسل السماء علينا مضرارا وأن يمددنا بأموال وبنين وأن يجعلنا جنات ويجعلنا أنهارا كما جاء في الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا النتيجة والثمر يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولذا جاءت وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال من صره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا في نهاية أخرى قال وما طوبى يا رسول الله قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها وفي رواية ثالثة تشقق عنها ثياب أهل الجنة بل وقال صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال دعاء سيد الاستغفار قبل النوم ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة كما ورد عند البخاري ومن قاله في الصباح ثم مات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة اللغة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر يا أحبابي من الاستغفار فثمرات الاستغفار لا تعد ولا تحصى اللهم إننا نستغفرك من ذنوبنا كلها اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر مكتبة الصفة أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من عشرين عام في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظة صفا ونقف الببان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفا ويا ما بيوت كخيط عن كبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا من فهم الكبوس ولاف الدروس ترق النفوس مع المصطفى مع المصطفى حصولي على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400 لحظة صفا